رسنامة جديدة للتلقيحات الإجبارية لبعض الأمراض المتنقلة دخلت حيز التنفيذ بعد صدورها في العدد الأخير من الجريدة الرسمية جدول التلقيحات عرف زيادة في عدد اللقاحات الإجبارية للأمراض المتنقلة من خمسة إلى عشرة لقاحات جدول اعتمدته الوزارة لمجابهة تفشي والتساع رقعة الأوبئة المعدية لسيما بعد ظهور وباء الكوليرة وحسب المرسوم الجديد فقد تم إدخال عدة تغييرات في جدول التلقيحات الإجبارية المضادة لبعض الأمراض المتنقلة حيث أن التلقيح ينطلق من فترة الولادة ويستمر كل عشرة سنوات بعد بلوغ سن الثمانية عشر عكس ما كان معمول به سابقا حيث كان التلقيح الأخير يخص أطفال المدارس فقط القرار الجديد يجبر الكبار على إجراء بعض اللقاحات لبعض الأمراض المعدية على ثلاث مراحل عمرية منها اللقاح المضاد للخلاق والآخر للكزاز على أن يكون ابتداء من سن الحادي عشر ويعاد في سن السادسة عشر وبعدها يكون كل عشر سنوات عزوف الأولية على إخضاع أبنائهم لعدد من اللقاحات لا سيما الحصبة والحصبة الألمانية وما نتج عنه من وفيات وتعريض صحة أكثر من أربعة ملايين طفل خطر الموت عزوف دفع بالحكومة إلى إقرار فترات عمرية جديدة لإعادة اللقاحات من بينها إجبارية اللقاح المضاد لمرض الحصبة والحصبة الألمانية في سن ثمانية عشر ترجمة نانسي قنقر